وقع الرئيس عبدالفتاح سيسي القانون رقم 163 للسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بمد خدمة الدكتور شوقي علام مفتيا للجمهورية لمدة عام اعتبارا من الثاني عشر من أغسطس 2023 كذلك قرر رئيس الجمهورية تجديد تعيين وليد سامي جمال الدين رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من الثاني عشر من أغسطس 2023 كما قرر رئيس الجمهورية مد خدمة أسامة منير ربيع رئيسا لمجلس إدارة هيئة خناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام اعتبارا من الثاني عشر من أغسطس 2023